شخصية مولان ومس بيجي وشخصية مي بيس من فيلم هوتل ترانسلفينيا ودور جيجل ماك ديمبل في فيلم توي ستوري فور وغيرها من الأعمال والأفلام الجميلة دفتنا النهاردة هي ضيفة مميزة جداً صوتها يعرفه كتير جداً من الأطفال والكبار لأنها قدمت للأطفال بصوتها عدد كبير جداً من أعمال ديزني اللي كلنا فعلاً بنحبها المميز كمان في دفتنا النهاردة أنها مش بس بتقوم بأعمال الدبلاش في الأفلام بتاع ديزني لأ دي كمان بتغني وتلحن وصوتها حلو جداً معينا النهاردة المطربة خلود عادل واللي هنتكلم وحنغني معاها وهيفتكر سوا كتير من أغاني رمضان اللي كلنا فعلاً بنحبها وكمان أغاني تانية أهلاً بك يا خلود أهلاً بك أنا مبسوطة أن يتي معي النهار أنا كمان جداً أول حاجة هسألك عليها إزاي بتديتي موضوع الدبلاش والغنى وأني قبل تاني لا هو الغنى قبل الدبلاش لأني بغني من هنا طفلة وبعدين جي الدبلاش الدبلاش جي صدفة جداً لأنه أنا من زمان بحب فكرة الدبلاش وغنى للأطفال بس بعدين جت صدفة أنه كان فيه كاستنج ورحته وبعدين الكاستنج اتقابلت فيه كان أول حاجة فكان لطيف جداً وبعدين من هنا بدأت بقى واحد وراء الثاني وراء الثاني وراء الثاني وراء الثاني على طول طيب وبنسبة للغنى ابتديتي إزاي؟ أنت بتقولي من وانت صغيرة بس إيه اللي حصل؟ أكيد في قصة هو الفكرة كلها أن أنا كنت طفلة عادية جداً وبعدين في المدرسة بدأت أروح قدة المزيكة الوحدي وبقيت بلعب على الألات وبعدين بدأت أغني في الكرال وبعدين من هنا برضو بدأت أتدرب والميز بتاعتي بدأت تدربني هنا وبعدين كبرت ودخلت حاجة تانية خالص وبعد ما خلصت واشتغلت فترة في مجالي عملت شافت كارير ودخلت مع هذا الموسيقى العربية بس قسم تأليف وبقيت بغني ولاحن عشان أنا بلحن لنفسي ترجمة نانسي قنقر